لما تحكي مع واحد من جماعة الإسلام السياسي وتحطه في الزاوية وتحشه ويبطل يقضى يرد على الحجج اللي انت بتطحه من اعتاضات منطقية وعقلية واحيانا كمان اعتاضات من ناحية التاريخ بيجي وبصيلعب معك لعبة وسخة وهي التكفية فبيجيب لك مجموعة آيات وانت طبعا ما بكون عندك الوقت عشان ترد عليهم كلهم او تفندهم او احيان حتى ما بتكون طرف هاي الآيات والنصوص فهو بحطك بموقف صعب يا انه مثلا تحكي زي ما انا بقول يا انه انت تكون كافة وزنديق وهذا طبعا الاعتاض غبي جدا وزي ما قلنا بكذب التاريخ فزي ما حكينا بفيديوهات سابقة لما ناقشنا قضية الخلافة الفاشلة انه في البداية بعض الصحابة ومنهم عمار بن الخطاب اوقف حتى نصوص اللي كانت موجودة في القوان وحتى بعض النصوص السنة وكان عمار بن الخطاب طبعا واحد من اعلم واعظم الشخصيات في التاريخ الاسلامي وما حدا بيقدر شكك بهذا المقطع مع ذلك ما شاف انه حام انه يوقف الحدود والنصوص الشاعية من اجل المصلحة فهلو مثلا كان جاهل وما بعض هاي الآيات مثلا احنا نحكي عن آية آية وبهذا الفيديو حنبلش في اشهر وحدة من الآيات اللي بيستعملوها وهي آية ومن لم يحكم بما انزل الله طبعا اللي بيستعمل هاي الآية هو ماشي على مبدأ يا ايها الذين امنوا لا تقابوا الصلاة ما بيكمل الآية خلص لا تقابوا الصلاة يا مسلمين بدون مثلا ما يكملها ويقولوا انتم سكاها ما بيكمل الآية وهذا نفس الاشي بالنسبة لهاي الآية لانه لو الواحد اي بني ادم عادي قائل الآية كاملة من اولها لاخها بعاف منها ما بتتكلم اصلا عن الاسلام بل هي بتحكي عن اشي ثاني اللي هو كتاب التواء اليهودي طب هل انتم شايفين ان حكم الله والحدود وما الى ذلك موجودة في التواء اليهودية هل انتم شايفين اصلا ان هالتواء كتاب صحيح اليوم غام محاف نهائيا لا اغلبكم بيحكم ان التواء والانجيل محافين فكيف تحكوين عن كتاب وتحكيم وهو اصلا كتاب محاف المهم خلينا تشوف الآية من اولها ان انزلنا التواء فيها هدى ونوا ها ايش بحكي عن التواء يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والعبانيون والاحباب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافون الآية واضحة واضحة جدا من قاءة بسيطة لها انها ما بتتكلم عن موضوع الحكم والحكم الاسلامي وما الى ذلك بل هي بتتكلم عن التواء والانجيل وعن الناس اللي حفظوا هاي الكتب وبتقول كمان التفاسية زي ما قلنا تفسياء بن كثير بتفسياء هاي الآية انه هاي الآية نزلت اساسا على بعض اليهود اللي صادت بناتهم مشاكل فرحوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخلوه حكم بناتهم فهم لما اضيوا بحكم واصول عليه الصلاة والسلام اخفوا حكم التواء وهون عندنا كمان كثير تفسياء الواحدة بتقولك انه السبب كان قضية راجم وتفسياء ثانية بتقولك انه لأهم كان عندهم قضية الدية عندهم مشكلة فيها ولكن هذا الكلام كله ما بهمنا احنا اللي بهمنا انه سبب نزول الآية في اغلب الاقوال بتخص اليهود وانه هذا الموضوع خاص بناس تحاكموا عندي النبي واخفوا حكم التواء فالآية ملهاج دخل نهائيا بقضية الحكم اللي انتوا بتتكلموا عنه وللها دخل حتى بالحكم الاسلامي وبشكل عام اصلا انك تقص الآية من صياقة هاي وساخة وانه كمان تستدل علينا ببعض اقوال الصحابة بدون مثلا بتخلينا انه احنا نختار القول اللي احنا بناسبنا هاي كمان وساخة واحنا قلنا هسا اسباب النزول الآية واحنا اختارناها فاستدلك بهاي الآية ساقط وفاشل اذا محتوى يعاجبك وحاسس انه بستهل الدعم وحابب بالمستقبل انه يطوى اكثر واني انا كمان اقدر استمافي وبتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال اذا كنت من خارج المملكة او على الباتسيون وطبعا جميع الاحسابات والاقام حاليا قدامك على الشاشة سلام